وفي جلسة 27 فبراير 1946 قرر مجلس الإدارة تأجيل حفلة الأوبرا السنوية وتم إيقاف الجلسة عشر دقايق حدادا على روح الفقيد وإقامة حفلة تقبيل للمرحوم المغفر الله يرحم واستمرت الحياة في النادي واستمر مجلس إدارة الأهلي يدير النادي بدون رئيس لحين انتخاب رئيس جديد في أول جمعية عمومية وكان بيرقص الجلسات وكلاء النادي أحمد عبود باشا أو أحمد فؤاد أنور باشا في الوقت ده تم انتخاب أحمد عبود باشا وكيل النادي رئيس للتحدي السباح وهنا مجلس إدارة النادي في جلسة 2 سبتمبر 1946 وفي جلسة 19 سبتمبر 1946 عرض سكرتير عام النادي الطلب المقدم من فريق من حضرات أعضاء النادي الخاص بطلب تشكيل لجنة لتعديل قانون النادي وعرض القانون المعدل على الجامعية العمومية الغير عادية لإقراره ووافق مجلس الإدارة على الطلب وتم تشكيل لجنة لتعديل قانون النادي وفي جلسة 10 ديسمبر 1946 ناقش مجلس الإدارة اقتراحات تعديل القانون وبعد المناقشة وافق المجلس على بعض الاقتراحات ورفضت بعضها وقرر عرض الأمر على جامعية عمومية غير عادية تنعقد في الساعة الخميسة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 1946 فإذا لم يتكامل العدد القانوني أيضا في هذه الجلسة فتبقى لقانون النادي ينعقد اجتماع الجامعية العمومية غير العادية في الخميسة مساء بعد ظهر يوم الجمعة 10 يناير 1946 حيث يصح الاجتماع بحضور أي عدد من الأعضاء ما اكتملش النصاب القانوني لانعقاد الجامعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 27 ديسمبر 1946 وتقرر تأجيلها عشان تنعقد يوم الجمعة 3 يناير 1947 وكان من أهم تعديلات قانون النادي الجديد 3 تعديلات الأول انتخاب رئيس مجلس الإدارة وزي ما احنا عارفين من أول تأسيس النادي وقانونه بينص على ان الجامعية بتنتخب مجلس إدارة ومجلس الإدارة هو اللي بيختار رئيس مجلسه وكمان مجلس الإدارة هو اللي بيختار وكيل النادي وسكرتور لكن التعديل الجديد لقانون النادي واللي تم إقراره في الجامعية العمومية المنعقدة 3 يناير 1947 قررت أن يكون اختيار رئيس مجلس الإدارة حق أصيل للجامعية العمومية وفضل اختيار وكيل النادي وسكرتور وأميني السندوق من اختيار أعضاء مجلس الإدارة التعديل الثاني نص على إيه لا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا إذا حضر اجتماعه ثمانية أعضاء على الأقل وكان نص المادة قبل كده حضور خمس أعضاء على الأقل وطبعا التعديل ده بيزيد من قوة قرارات مجلس إدارة النادي التعديل الثالث لا يقل أهمية عن التعديل الأول كان تعديل تاريخي لقانون النادي سبق بيه كل الأندية سواء المصرية أو الأجنبية التعديل ده حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر